سنوات قليلة استطعت خلالها القيادة السياسية تحويل أزمة السكن إلى طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع المهم نجحت الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة إجمالية بنحو 1500 مليار جنيها حيث تم تطوير 21 مدينة بتكلفة بلغة 160 مليار جنيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة